انشغال أوروبا في البحث عن حلول لأزمة الطاقة لم يشتت انتباهها عما قد تشكله الصين من خطر محتمل ومع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية تتحرك الصين على خط الأزمة من خلال البوابة الألمانية مشروع استثمار صيني في محطة بميناء هامبورغ يفتح باب الانتقادات في وجه ألمانيا يجب أن نكون يقضين بشأن تبعيات نائزاء العملاق الآسيوي في إطار التقنيات الحاسمة مثل أشباه الموصلات والمواد الأساسية مثل الليثيوم والأتربة النادرة أما المفوضية الأوروبية فأصدرت رأيا سلبيا وإن كان استشاريا استثمار كهذا بين الصين وألمانيا قد يتسبب في تسريب معلومات حساسة عن نشاط موانئ أوروبا إلى بيكين يبقى القرار النهائي بشأن الشراكة الصينية الألمانية بيد الحكومة للتحدية في برلين التي أبدت تحفظها مرارا إزاء المشروع تحفظات وكبتها انتقادات حادة للمستشار الألماني أولف شولتس الذي حاول الدفاع عن نفسه لم أتخذ أي قرار في هذا الشأن يجب توضيح قضايا كثيرة الأمر لا يتعلق ببيع الميناء إنما المساهمة برأس المال وهذا حال الكثير من الموانئ الأوروبية الاتفاق بين برلين وبيكين نص على حصول شركة كوسكو الصينية للشحن على نسبة 35% من محطة الحويات في مرفأ همبورغ وهو ما فتح باب الانتقاد للشراكة مع الصين خوفا من تكرار سيناريو شراكة الطاقة مع روسيا علي السمان العربية ترجمة نانسي قنقر